اهلا 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 وسهلا فيكم من القناة راها في 2011 كتش انتو طمننا عنكن يعرب دوم تكونوا بخير خلونا نحضر شوربة طيبة وخفيفة نظيفة ما بتاخد معك وقت كتير وخصوصي انه رمضان على البواب يا اهلا وسهلا فيه اه كنتو سالمين جميعا قلينا اذكر لكم مقادير هالشوربة عندي ثلاث حبات من البنادورا عد كرفس واحد حبة جزر واحدة ثلاث افصاص من التوم حبة بطاطا وبصالة واحدة نزلت عليهم ملح وفلفل اسود وفلفل احمر بودر خلته شوي يكون حد عم نزل فوق منه زيت زيتون بدي شوية بالفرن كرمالة تكون شوربة صحية وهي كمان برضو رح نزل الكركم تعطي كتير نكهة طيبة بالشوربة وكاري فقط لا غير ما بده اكتر من هيك بهارات عنجد هالنكهة كتير طيبة ودمان جنب الشوربة بدي كمان حمس توست تطلع كتير نكهة طيبة في محا عندي هون توست قطعتهم مسلسات نزلت فوق منه الوريغانو يعني نكهة واو فوق الوريغانو رح نزل كمان برضو فلفل احمر بودر لك حرية الاختيار انه يكون حد او حلو بس هيك الحد عطا نكهة طيبة فيها كمان زيت زيتون فينك بدل زيت زيتون بتحطي زبدي عالجهتين طيبة يعين حطيت اه الخضار كلتها بالفرن شويتها فقط من فوق ما اخذت مع عشر دعاية بالفرن رح نزله هون بالخلاط وحط فوق منا معجون البندورة مع الاكبيرة وكاسة من المي الى الكاستين ازا لقيت القوام كتير اسميك عندك كاستين من المي كافين ووافين كرما يكون كمان برضو الشوربة عندك قوامة كريمي رح نزله عندي هون بالطنجرة وحط نا على الغاز لحتى يبلش تغلي عندي الشوربة لانه نحن اضفنا لكاستين من المي وبدي كمان برضو تتعقد شوي لانه نحن ما حطينا لا طحين ولا شي تاني متل ما هي شوينا حطيناها بهالطنجرة بعد ما خفقناها بهالخلاط بلشت تغلي عندي ضفيت عليها النار ورح قدمها شوفوا ما شاء الله كيف القوام عندي اسميك ونكهة طلعت كتير طيبة برمضان رح تلاقوها كمان برضو خفيفة على معدتكن ونحن تعرفوا برمضان كل يوم كل يوم بدنا نوع شوربة جديد وهي طيبة جربية رح تصير تحتمدية عندك برمضان ادمان ولازم تجربية من دون كريمات طبعا شوف ما شاء الله لقوان بكتير مرتب حطيت فوقنا بقى دونيس ما تنسى تحطلي لايك باي باي